المزيد من التحليل ينضم إلينا في الستوديو سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي جروب أهلا بك أستاذ رائد تابعنا الذهب يواصل الارتفاع على مدى الأسبوع الماضي لكن اليوم يعني تراجع عن بعض الشيء لكن برأيك هل ممكن أن يختتم الذهب هذه السنة فوق مستويات الـ 2800 دولار ولماذا؟ حقيقة الذهب أداء ملفت خلال تعاملات هذا العام تجاوزنا أكثر من 33% ارتفاعات حتى الآن وهو قريب حاليا على رغم من بعض التراجعات في الساعات الأخيرة ولكنه لا يزال قريب من قمة التاريخية ينتظر مزيد من السيولة بالاتجاه الصاعد ولكن من الواضح جدا أن أسعار الذهب هي مستمرة بهذا الزخم الصاعد نتيجة عدة عوامل رئيسية منها الانتخابات الأمريكية وعدم اليقين الذي يحيط في الأسواق اقتراب من قمم تاريخية أيضا في أسواق الأسهم واستمرار تحقيق قمم جديدة تغيير تكوين المحافظ وزيادة مراكز الذهب فيها المحافظ الاستثمارية الكبرى يعزز من جاذبية الذهب بشكل كبير جدا وبلا شك ربما تكون 2800 دولار للأونسة مستويات قريبة تتحقق قبل بعض الانتخابات وربما يستمر لمستويات قد تصل إلى 3000 دولار في مطلع العام القادم نعم طيب الانتخابات الأمريكية على الأبواب رأيك الرئيس المنتخب كيف سيؤثر على قرار الفائدة الأمريكية حقيقة وإن كان هناك فصل حقيقي ما بين الفدرالي وقراره ونظرته للأسواق والرئاسة الأمريكية والرئيس المنتخب الجديد ولكن نعلم تماما أن الرئيس الجديد قد يعين رئيسا جديدا للفدرال الأمريكي بما يتوائم أكثر مع سمعنا ترامب كان يقول أنه تم تقليص السعار الفائدة بشكل كبير جدا هو بنظره لا يريد هذه التقليصات الكبيرة وفي نفس الوقت ربما تستمر نفس النهج من قبل الفدرالي أعتقد نظرة الفدرالي حاليا هي تحقيق ما يمكن تسميته الهبوط الناعم بالشكل الأمثل دون أن يكون هناك خلل أو تراجع في ناتج المحل الإجمالي وفي نفس الوقت دفع أسعار الفائدة إلى مستويات أقل حقيقة ربما يدعم بشكل كبير جدا ذلك الأسواق في المدى المتوسط إلى البعيد نعم طيب مع توجه الفدرالي المزيد من خفض الفائدة برأيك هل ممكن أن نتوقع أيضا تراجع في قيمة الدولار الأمريكي إلى نهاية العام؟ نسبيا نعم نقرأ أسعار فائدة أقل يجب أن ينعكس بدولار أقل ولكن ما نراه حاليا لا يزال هناك جاذبية للدولار الأمريكي كعمليات الكاش آت اللي عم بتصير عنا عمليات تخارج في بعض الأسهم عم بيكون في عنا تعزيز لقوة الدولار الأمريكي ربما عودت لجاذبية بعض السندات أيضا كذلك الأمر الدولاري تزيد من جاذبية الدولار الأمريكي في الوقت الراهن ولكن مع أسعار فائدة أقل مستقبلا ممكن أن نشهد مزيد من الضغط بالاتجاه الهابط على الدولار الأمريكي لكنه يستفيد من تراجعات اليورو والتراجعات الياني الياباني نعم سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي دروب شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا